تمر المملكة العربية السعودية بالظروف بلغة الدقة في ظل الهجمات الحثية والتي تطلق بين الحين والآخر العديد من الصواريخ باتجاه سماء المملكة لكن في لحظات مرعبة تحول ليل المملكة العربية السعودية والكويت معا إلى نهان وظل الجميع يدقق في السماء لاستبيان ماذا يحدث وكانت المفاجأة لكن المفاجأة أن نيزك اخترق أجواء البلدين وظهر بفيديو تدوله نشطاء ككتلة نار تهوي بسرعة تصل إلى 29 كم في أثنية أو 104 بالساعة تعادل ما يزيد عن ربع المسافة بين الأرض والقمر وظهر أن نيزك بحسب شهود عيان قريبا من أجواء مدينة حفر الباطن في شمال شرق السعودية بالتزامن مع ظهوره في أجواء مدينة الخفجي الحدودية بين السعودية مع الكويت شهده سكان جنوب شرقي الكويت بلون مائل إلى الأزرق وفق ما ردده بعض رواد مواقع تواصل اجتماعية ذكر أحد الرواد أن نيزك من النوع الحجري وتحطم واخترك قبل وصوله إلى الأرض وهو أمر معتاد كما قال ومع أن نيزك ظهر لمدة ثلاث ثواني في الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي إلا أن شهد عيان ذكر بأن سقوطه استمر ثلاثة أضعاف هذه المدة القصيرة في الحقيقة قبل أن يحتارق ويتحول إلى رماد تناثر في أجو وهو ما يحدث لمعظم النيازك عند سقوطها بدورها ذكرت الجمعية الفلكية بجد في حسابها بموقع فيسبوك أن النيازك تسبب في إضاءة السماء بين الليل بأجزاء من السعودية يتوهج باللون الأزرق أوضحت أيضا أنه برغم كون هذه الشهب الساطعة ديروماتيكية فأنه يمكن توقعها في هذا الوقت من العام تقريبا بالتزامن مع بدء موسم شهب الكسريات الناشطة سنويا في هذا الوقت وهي تشتهر بإنتاج الكرات النارية وأيضا تدخل النيازك إلى الغلاف الجوي الكارجي للأرض بسرعة من 40 إلى 257 كم بالساعة وتتحول سرعتها إلى بطيئة بسبب الاحتكاك مع صحب الهواء يولد هذا الاحتكاك كميات هائلة من الحرارة ما يتسبب بتبخر النيازك أو احتراقه وتواهجه أيضا كما شرحت الجمعية الفلكية النيازك تصل إلى جو الأرض بسرعة قد تصل إلى 29 ألف كم بالثانية على الأقل كمعدل أي ما يعادل 1740 كم بالدقيقة وقد تصل السرعة إلى 71 كم بالثانية الفرق بين الشهب والنيازك يتم تحديده بالحجم فإن غالبية الشهب ذات أحجام صغيرة جدا تتراوح بين حجم حصاة صغيرة إلى حجم حبة رمل لذا غالبا ما يطلق عليها اسم قرة الجبار بينما في المقابل فإن أحجام النيازك تتراوح بين حجم حصاة إلى صخرة ضخمة قد تتسبب بتدمير الحياة في مكان سقوطها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر